يا سلام على جمال منتخبنا النهاردة يا سلام على حلوة المدرجات والجماهير والفوز نهاردة منتخبنا الوطني يا فوز على منتخب بوركينا فاسو اتنين واحد في الجولة الثالثة من التصفيات الأفراقية المؤهلة لكأس العالم 2026 نزلنا طلعنا نار فكين براحكم تقول لكم ايه؟ حسام حسن هيشحن اللاعبين شحنة تخليهم ينزلوا يطلعوا نار الديع تلاتة تريسجيب يجيب جول رائع جدا براسه الديع سبعة تريسجيب يجيب جول رائع جدا برجله والحياة حلوة وجميلة هدف عكر شوية اللي بيحصل يعني لسنة راوري في الديع 56 بس في المجمل احنا كنا كويسين أول 45 دقيقة أول من 5 إلى 10 دقيقة في الشوت التاني وبعد كده الأداء قال شوية بس في المجمل المباريات دي الأهم فيها أني هنكسب الأهم فيها أنها تبقى خطوة أولى رسمية للكابتن حسام حسن أنه يبقى فيها فوز المهم فيها الحالة الحلوة اللي كان عليها لعيب منتخب مصر النهاردة من أول السلام الوطني من قبل السلام الوطني والأيام اللي فاتت كلها الحالة المعنوية عالية جدا والناس كلها بتشتغل بقلبها دي أهم ورقة كانت نقصانة الورقة دي دايما في جيب الكابتن حسام حسن أنا أخليكوا تلعبوا بقلبكم أنا أخليكوا تلعبوا بالروح عندنا إمكانيات وعندنا لعيبة مميزة عندنا تريزيجية وعندنا صلاح وعندنا مصطفى محمد وزيزو وإمام ومروان ورامي وعبد المنع ومهاني وعمر كمال وحمد كل اللعيبة كلهم كلهم مميزين مهم نلعب بطاقة المباريات دي دايما بتتلعب بطاقة النهاردة كابتن حسام حسن فاجئ الجميع ولعب بطريقة 3-4-3-3-5-2 كابتن تغير كتير أول في الملعب بس المهم كان فيه 3 مدافعين النهاردة طريقة المنتخب تقريبا ما لقبش بيها من أيام الكابتن حسن شحات فاجئ بيها بوركي نفاسو اتفاجئوا حرفيا اتفاجئوا الفريق اللي كان عارف يدافع بوركي نفاسو في الشوت الأول ولا عارف برضو يبقى عنده ردة فعله ويهاجم وكانت خطوطنا قريبة جدا من بعض وكان فيه حالة كده ايه يعني لغبطة للمنافس بشكل واضح جدا حلو ان الكابتن حسن حسن عمل كده النهاردة خد ريسك كبير جدا خد بالك لو النتيجة سلبية بعد اللي عملوا في الشوت الأول ده كنا ساعتها كتير قوي هيقولك ايه اللي عملوا ما كانش ينفع ياخد مخاطرة في مباراة مهمة زي دي بس دي ميزة لما يبقى الكابتن حسن حسن هو الموديل الفني لمنتخم مصر انا هاخد المخاطرات انا بحب منتخب بلدي وانا هعمل الصالح انا مش هلعب السلم والسهل ويتيجي زي ما تيجي عشان محدش يغلطني لأ وبعدين انا تاريخي كبير انا قسطرتش فعلي فمحدش هيقعد يقول لي انت عملت ايه وما عملتش ايه الا لما يشوف المباراة ويشوف النتيجة وضل حصل اه انا تخضيت بصراحة لقت شوية بس عارف يتعامل مع المباراة كابتن حسن حسن النهاردة الشوت التاني برضو حاول ينشب بتغييراته في الشوت التاني